الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم صرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن توجيهات الرئيس السيسي أكدت على ضرورة سرعة إنهاء التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ومنها الحبس الاحتياطي بالتنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطني وخلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي شدد مدبولي على أن تلك التعديلات سيتم الانتهاء منها وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها والبت فيها وفي سياق آخر شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة تعمل على تشجيع الصناعة الوطنية وإعطاء حوافز للصناعة الوطنية من بينها صناعة السيارات منوها بأن الدولة تقوم بإدخال كل مستلزمات الانتاج لهذه الصناعة كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الساحل الشمالي هذا العام صار مقصدا لأكثر من مئة جنسية مختلفة مما يأتي ضمن مخطط الدولة لتنويع المقاصد السياحية المصرية أعلنت إسرائيل أن وفدا أمنيا رفيعا وصل إلى مصر لاستئناف مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وقال عمير داستري المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الشبك رونينبار موجودان حاليا في القاهرة حيث يفاوضان للدفع قدما نحو اتفاق للإفراج عن المحتجزين وتأتي الجولة بعد جولة أخرى ممثلة عقدت في العاصمة القطرية كما تأتي بعد انتهاء جولة شرق أوسطية جديدة قام بها وزير الخارجي الأمريكي أنتني بلينكن قالت المقاررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشاسكا البناز إن إسرائيل تحاول تهيئة الظروف للاحتلال الدائم والاستيلاء على مزيد من الأراضي وذلك تحت ستار مفاوضات وقف إطلاق النار وذكرت البناز أن المطلعين على التاريخ الفلسطيني سيدركون ماذا حدث بالفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وسيشاهدون مثالا حيا للاستعمار الاستيطاني قالت مفاوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن ما يقرب من 90% من سكان قطاع غزة نزحوا منذ أكتوبر 2023 وأوضحت المفاوضية أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع حاليا مضيفة أنه تم دفع سكان غزة إلى مساحة ضيقة لا تعادل سوى عشر مساحة القطاع قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية شنت 53 هجوما على مواقع على جبهة بوكروفيسك في شرق أوكرانيا وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في بيان إن الاستيلاء على بوكروفيسك التي تقترب منها القوات الروسية بوتيرة مضطردة لا يزال محورا رئيسيا للجهود الروسية في أوكرانيا وفي مناطق أخرى في الشرق هجمت القوات الروسية مواقع أوكرانية بالقرب من تجمع نيويورك السكني وقالت روسيا في وقت سابق إنها سيطرت على التجمع السكني لكن كييف لم تؤكد ذلك ورياضيا تويجت لعبة المنتخب الوطني للمسارعة النسائية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة الإسكندرية مرم محمد بالميداليا البرونزية في وزن 65 كيلو جراما ببطولة العالم تحت 17 عاما والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان ونجحت البطلة المصرية في حصد الميداليا البرونزية بعد الفوز على بطلة الصين بالتثبيت بنتيجة 10 صفر وكانت مرم محمد قد فازت في الدور ثمن النهائي على بطلة تونس بالتثبيت كما حققت الفوز على بطلة تركيا في ربع النهائي وخسرت في نصف النهائي من بطلة الهند لتنافس على البرونزية ترجمة نانسي قنقر